يسعدني أن أقدم لكم في هدى الفيديو الأفكار المستفادة من كتاب قوة الفشل والذي يعتبر من الكتب الملهمة في مجال التنمية الشخصية يتناول الكتاب مفهوم الفشل وكيف يمكننا استغلاله لتحقيق النجاح دعونا نكتشف معاً بعض الأفكار الأساسية التي يقدمها الكتاب 1. تغيير منظور الفشل يقترح الكتاب أن نعتبر الفشل على أنه فرصة للتعلم والتطور بدلاً من النظر إلى الفشل كنهاية الطريق يمكننا أن نعتبره بداية للتحسين والنمو الشخصي يؤكد الكتاب على أن الأشخاص الناجحين ليسوا خاليين من الفشل بل يستخدمونه كوقود للتحقيق النجاح 2. الاستفادة من الأخطاء يعتبر الكتاب الأخطاء جزءاً طبيعياً من رحلة النجاح يشجعنا على استخدام الأخطاء كفرصة للتعلم والتحسين من خلال تحليل أسباب الفشل واكتشاف الدروس المستفادة يمكننا تجنب الأخطاء المماثلة في المستقبل وزيادة فرص النجاح 3. تعزيز الصمود يركز الكتاب على أهمية الصمود والقدرة على التعامل مع الصعاب يعتبر الفشل جزءاً من رحلة النجاح ويحثنا الكتاب على الاستمرار وعدم الاستسلام يشجعنا على تطوير المرونة والقدرة على التكيف مع المواقف الصعبة والعمل على تحقيق أهدافنا بإصرار وتصميم 4. الاستفادة من التحفيز الداخلي يذكر الكتاب أهمية الاعتماد على التحفيز الداخلي بدلاً من الاعتماد على المكافآت الخارجية يؤكد على أن الدافع الحقيقي للنجاح يجب أن يأتي من داخلنا وأن نجد الشغف والرغبة الحقيقية لتحقيق أهدافنا بتطوير التحفيز الداخلي يمكننا الاستمرار في مواجهة التحديات وتحقيق النجاح حتى في ظل الفشل المؤقت 5. تحقيق النجاح الشخصي يحث الكتاب على أهمية تحقيق النجاح الشخصي وتحديد أهدافنا الخاصة بناءً على قيمنا وأحلامنا يشجعنا على التفكير بشكل إيجابي وتطوير الثقة بالنفس 6. الاستعداد للفشل يشجع الكتاب على أن نكون مستعدين لمواجهة الفشل وقبوله كجزء من العملية التعليمية يوضح أنه من المهم أن نتعلم كيفية التعامل مع الرفض والاحتمالات الضئيلة للنجاح حتى نستطيع الصمود والاستمرار في سعينا نحو أهدافنا 7. تحقيق النجاح في مجالات مختلفة يذكر الكتاب أن الفشل في مجال واحد لا يعني الفشل في الحياة بأكملها يشدد على أهمية تحقيق النجاح في مجالات مختلفة من الحياة سواء كانت مهنية أو شخصية أو صحية يعتبر الفشل في إحدى المجالات دافعا لتحقيق النجاح في مجالات أخرى 8. التعلم المستمر يشجع الكتاب على أن نتعلم وننمو باستمرار حتى في ظل الفشل يذكرنا بأن النجاح ليس وجهة نهائية بل رحلة مستمرة من التعلم والتحسين يحثنا على البحث عن فرص التعلم والتطوير المستمر واستخدامها كوقود لتحقيق أهدافنا 9. التفكير الإيجابي يؤكد الكتاب على أهمية التفكير الإيجابي وتغيير النظرة نحو الفشل بدلا من الانغماس في الشكوى واليأس يحثنا الكتاب على البحث عن الجوانب الإيجابية في الفشل والتركيز على الفرص التي يمكننا استغلالها 10. الاستفادة من قصص النجاح والفشل يشجع الكتاب على قراءة واستيعاب قصص النجاح والفشل للأشخاص الذين تأثروا بهم من خلال دراسة تجارب الآخرين يمكننا استلهام الدروس والتطبيقات التي يمكن أن تساعدنا في رحلتنا الشخصية نحو النجاح 10. الابتكار والإبداع يوضح الكتاب على أن الفشل يمكن أن يكون دافعاً للابتكار والإبداع عندما نواجه صعوبات ونفشل في تحقيق أهدافنا يتحدث الكتاب عن ضرورة البحث عن طرق جديدة ومبتكرة للتغلب على التحديات وتحقيق النجاح 12. تعزيز الثقة بالنفس يعتبر الكتاب تعزيز الثقة بالنفس أمراً حاسماً للتغلب على الفشل يشدد على ضرورة أن نؤمن بقدرتنا على التعلم والتطور وأن نعتقد أن لدينا القدرة على التغلب على الصعاب من خلال بناء ثقتنا بأنفسنا يمكننا استعادة القوة بعد الفشل والعودة بروح مجددة لمحاولة مرة أخرى 13. التواصل والتعاون يذكر الكتاب أن الفشل يمكن أن يكون فرصة لتعزيز التواصل والتعاون مع الآخرين عندما نواجه الصعوبات يمكننا أن نستعين بالآخرين ونبحث عن الدعم والمشورة من خلال العمل الجماعي وتبادل الخبرات يمكننا تجاوز الفشل وتحقيق النجاح بشكل أكبر 14. تحديد الأهداف الملهمة يشجع الكتاب على تحديد أهداف ملهمة وذات معنى لحياتنا يذكرنا بأن الفشل قد يكون نتيجة لعدم وجود أهداف واضحة أو عدم الارتباط العاطفي بما نسعى لتحقيقه وفي النهاية لا تنسى أن الاستفادة من الفشل يتطلب الصبر والمثابرة قد يستغرق الأمر وقتا وجهدا لتحقيق النجاح بعد الفشل ولكن مع التعلم والنمو المستمر يمكنك تحقيق الأهداف التي تسعى لتحقيقها يعتبر كتاب قوة الفشل مصدرا قيما للاستفادة من الفشل واستغلاله في رحلة النجاح يؤكد على أن الفشل ليس نهاية الطريق بل فرصة للتعلم والتطور بتغيير منظورنا وتحويل الفشل إلى فرصة للنمو الشخصي يمكننا تحقيق النجاح وتحقيق أهدافنا لذا دعونا نستمد القوة من الفشل ونسعى للتطور الشخصي والمهني ترجمة نانسي قنقر